ودنا دكتور كذلك يعني تعطينا شيء من التأصيل في هذا الباب الغير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه الجمعين يجب أن نفهم قاعد أن الله لم يوجد في الإنسان قوة لتعطل جميل لم يخلق الله عز وجل في الإنسان قوة لأجل أن تعطل وإنما خلقت كل قوة في الإنسان من أجل أن تفعل حتى الشهوات التي في الإنسان خلقت لتفعل وليس لتعطل مسألة كيف تفعل قانون تفعيلها حدود تفعيلها الدوائر التي تفعل فيها والدوائر التي لا تفعل فيها هذه الشريعة التي جاءت بها الشريعة وجاءت بها العقول الصحيح يعني تقرها العقول الصحيح فإذا كان في الإنسان رغبة أو ميل أو دافع أو سمه أي محرك داخلي لأن يتحرك في قلبه نوع من الغيرة من أجل أن يكون منافسا أو من أجل أن يكون إيجابيا أو من أجل أن يكون شريكا في مسيرة النجاح أو من أجل أن يقتدي بالناجحين الذين سبقوه فهذه القوة تفعل في مكانها الصحيح وإذا كانت هذه القوة الموجودة في الإنسان التي وجدت فيه لتدفعه نحو منافسة السابقين منافسة الناجحين ولكن حولها بطريقة أخرى إلى إعاقة الناجحين فهو لا يريد أن يحمل نفسه جهدا أن يصل إلى خط النهائي ولا يريد أن يحمل نفسه جهدا أن يسابق حتى يتعدى خط النهائي ولذلك يريد من الآخرين أن لا يصل إلى خط النهائي إما أن يعيقهم بأعماله أو بأفعاله أو أنه يتولى مجموعة من الأقوال التي تقلل من شأنها هذه يجب أن نعرف هذه القاعدة في الإنسان فإذا قلنا يجي بعض الناس الآن ويقول يا أخي الغيرة موجودة حتى عند نساء النبي عليه الصلاة والسلام الذي ما في غيرة ما هو إنسان يجب أن نفهم أيضا قاعدة ثانية تقابل هذه القاعدة أن كل قاعدة صحيحة في الحياة كل قاعدة صحيحة في الحياة إذا أسيء استخدامها فهي ليست القاعدة كلنا بشر نخطئ ليست هذه قاعدة في الحياة كلنا أدن خطأ هذا شيء في الحياة مبدأ لا يمكن أن نغيره مبدأ ذهني لا يمكن أن نغيره لكن أن يكون وسيلة لتبرير استمرارك في الأخطاء إذن عندما استخدمت هذه القاعدة في غير المحادي لم تعد قاعدة لم تعد قاعدة لم تعد قاعدة تقول لي والله أخي في قاعدة يجب أن تحطها في بالك ترى البشر كلهم يخطون يجب أن يحط بالك ترى الإنسان يجب أن يكون عنده غيرة طيب هذه القاعدة الآن قاعدة توظفها فيش جالس توظفها لكي تنافس وتتقدم دون أن تعيق أحد دون أن تعيق أحد فرصين يتسابقان أحدهما يريد أن يسبق الآخر لكن لا يعق أحدهما الآخر إذن هذه القاعدة لكن تقولها من أجل أن تبرر غيبتك وتبرر تعاليك وتبرر يعني أنا ما أريد أن يستبقى الحديث لا أدري لا أنا جميع ما الذي تريدونه ولكن دعني أقف عند هذا الحد طيب